بدأ في العاصمة الكازاخية استان اجتماع مجموعة العمل المشتركة والتي تضم خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ وقف إطلاق النار السورية يأتي هذا بالتزامن مع الاجتماع الثلاثي الذي عقدت أمس الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض لبحث المشاركة في محادثات جناف وتشكيل وفد موحد مع الفصائل العسكرية تصر روسيا على رعاية الأمم المتحدة للمحادثات السورية هذا هو ما يقوله وزير الخارجية سرغي لفروف لفروف اعتبر أن المحادثات الدولية التي عقدت في أستانا بشأن سوريا تمثل انفراجتان في جهود حل الأزمة إلا أنها لا ينبغي أن تحل محل محادثات الجنيف بقيادة استفاندي مستورا التي كان من المقرر أن تبدأ في الثامن من فبراير لكنها تأجلت لمنح المعارضة فرصة لترتيب أوراقها خطوات محددة أكد لفروف على حرص بلاده على اتخاذها لمساعدة عملية الجنيف التي أعطت مفاوضات أستانا زخما إضافيا لها وفي إطار الاستعدادات لاجتماع جنيف عقدت الهيئة العليا للمفاوضات السورية اليوم اجتماعا في الرياض لتشكيل وفد مفاوض بالتنسيق مع الفصائل المسلحة باستثناء الأكراد وهو ما يقف عقبة أمام استكمال تشكيل الوفد تهديد آخر بالفشل يعتقد الائتلاف أن المفاوضات قد تواجهه في حال عدم إرساء وقف إطلاق نار حقيقية أعلن الائتلاف الوطني إذن رفضه القاطع للأنباء المزعومة حول وجود رغبة روسية إيرانية بالفعل بين المسارين العسكري والسياسية وبالتزامن مع هذا تكتمع غدا مجموعة العمليات المشتركة المنبثقة عن مؤتمر يستانا والتي تضم ممثلين عن روسيا وإيران وتركيا للتحقيق من تنفيذ وقف إطلاق النار